ويذكرون أن القاضي عبدالجبار الذي لا يفرق بين الإرادتين وهو رأس الرؤوس المعتزلة قاضي عبدالجبار الهمداني ودخل على المعتمد بن عباد كما يقولون وعنده أبو إسحاق الإسفرائيني فابتدأ القاضي عبدالجبار بقوله قال سبحان من تنزع الفحشاء لأن القاضي عبدالجبار لا يفرق بين الإرادتين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية لا يفرق بينهما عنده الإرادة واحدة هي المشيئة وهي المحبة واحدة قال سبحان من تنزع الفحشاء قال القاضي عبدالجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء وهذا الكلام لا ينكره أحد لأن الله تبارك وتعالى من أسمائه القدوس والقدوس هو المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى فكلامه حق ولكن كما قال الخوارج لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا حكم إلا لله وهذه كلمة حق ولكن عليا رضي الله عنه ما يعرف من خبث فكرهم وانحرافهم أنهم يقصدون شيء آخر فلما قالوا لا حكم إلا لله قال علي كلمة حق أريد بها باطل كلمة حق أريد بها باطل وكذلك هنا القاضي عبد الجبار الهمداني لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء كلمة حق ولكن أريد بها باطل لأنه يريد أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الفحشاء فقال أبو إسحاق الإسفرائيني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء لأن أبو إسحاق يفرق بين الإرادتين وأن المشيئة هي الإرادة الكونية أما المحبة فهي الإرادة القدرية ولا بد أن نفرق بين الإرادتين فقال الأبو إسحاق الإسفرائيني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء يعني هذه الفحشاء ما وقعت إلا بمشيئته سبحانه وتعالى ولكن ليس بمحبته ورضاه وإنما بمشيئته ما في شيء يقع غصب على الله سبحانه وتعالى أبدا كل شيء يقع بإذنه جل وعلا كفر الكافر بإذنه إيمان المؤمن بإذنه كل شيء يقع في هذه الدنيا بمشيئة الله وما تشاؤنا من خير وشر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فلما قال أبو إسحاق الإسفرائيلي سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء رد عليه القاضي عبدالجبار وقال أن يريد ربنا أن يعصى يعني كأنك تقول أن الله يريد أن يعصى فرد عليه أبو إسحاق وقال أن يعصى ربنا قهرا يعني إذا سلمت لك أن الله لا يريد أن يعصى في معاصي تقع أو ما في معاصي تقع في كفر في الدنيا ولا ما في كفر في زينة ولا لا في سرقة ولا لا في ظلم في قتل في غش في رشوة في قطعة رحم في عقوق موجود أو غير موجود فقال أيريد ربنا أن يعصى لأنه قلنا لا يفرق بين إرادة المحبة وإرادة المشيئة فقال أيريد ربنا أن يعصى فقال له أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرا يعني لو سلمت لك أنها إرادة واحدة وأنه لا يريد أن يعصى لا محبة ولا مشيئة لكن الواقع ماذا تقول فيه أيعصى ربنا قهرا يعني هل هذه المعاصي التي وقعت في الدنيا رغما عن الله هل الله جل وعلا عاجز عن أن يمنع هذه المعاصي لا أين نحن من قول الله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير قال أيعصى ربنا قهرا فقال القاضي عبد الجبار أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أسى يعني إذا الله ما هداني يقول وبالتالي حكم علي بالردى في جهنم منعني الهدى حكم علي بالردى لما منعني الهدى النتيجة الردى وهي جهنم أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أسى يقول لعنك أنك تدعي أن الله ظالم يقول لي أبي إسحاق الإسرائيلي فعرد عليه أبو إسحاق وقال إن كان منعك ما هو لك فقد أسأ وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى إن كان منعك ما هو لك وهي ما تسمى عندنا بهداية الدلالة والإرشاد فقد أسأ وعدبك فقد أسأ وإن كان منعك هداية التوفيق والإلهام فيختص برحمته من يشاء فأهل السنة إذن يفرقون بين الإرادتين إرادة المحبة وهي الإرادة الشرعية والإرادة الكونية التي هي المشيئة القدرية يفرقون بين هذه وهذه وبالتالي يفرقون بين هداية التوفيق وهداية الدلالة فيقول إن كان الله منعك هداية الدلالة والإرشاد فإن الله تبارك وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله لن يؤدي مكان أما إن كان دلك ووضح لك وأرشدك ثم اخترت أنت طريق الردى فتحمل نتيجة اختيارك تتحمل أنت ولذا قال الله تبارك وتعالى وأما ثمودوا فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى إذن ما معنى هديناهم بينا لهم وضحنا لهم هديناهم هداية الدلالة والإرشاد والبيان هديناهم وضحنا لهم الطريق لكنهم اختاروا طريق الردى فاستحبوا العمى على الهدى ويقول الله تبارك وتعالى عن الإنسان إنا هديناه السبيل أي وضحنا له الطريق ما النتيجة؟ فإما شاكرا وإما كفورا هو الذي يختار بعد ذلك الله تبارك عليه البيان يبين للناس فإن اهتدى هداية التوفيق والإلهام فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وإن لم يهتدي هداية التوفيق والإلهام واختار طريق الغواية فإنه يتحمل نتائج اختياراته السيئة فالقصد إذن أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية شكرا